نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أن الحكومة توقفت عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدا لنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة وأوضح مجلس الوزراء أن وزارة الكهرباء تتحمل سداد كافة الفواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أي كان استخدامها فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها دون أن يحمل ذلك على عداد المسجد مشيرة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفق عليها بشكل منفصل دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد